سلام 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 عليكم معكم موسى الحلو واليوم قصة جديدة قصة اليوم ما بتحتاج لأي مقدمات لهيك رح أبلش فيها مباشرة أيام ما كنت طالب بكالوريا بالصف الثالث الثانوي كنت مثل أي طالب لازم أدرس كتير لهيك كنت أستغل فترة الليل لما أخواتي وأهلي روحوا يناموا بيصير في نوع من الهدوء بالبيت وباستغل أنا هاي الفصل حتى أبلش بالدراسة فكنت ماشي على هاي الخطة لفترة طويلة لحتى ما بيوم أنا وبالليل عبدأ درس مثل أي يوم طبيعي بس مع فجأة صوت جاي من الأسطوح عنه الصوت كان غريب يعني بس إنه صوت مألوف الصوت كان بيشبه صوت ضحرجة الحجر على الإزفلت وكانت الساعة بهدود التنتين بالليل وتخيلت إنه ممكن هاي الأصوات عبتجي لأنه أنا شوي تعبان من الدراسة ولازم أرتاح وبالفعل ما أعطيت الأصوات أهمية وبلشت أتابع الدراسة عادي ضليتني تقريبا ساعة متابعة الدراسة وبهالساعة سمعت تقريبا مرتين ثلاثة الصوت عبيرجع يأتي من فوق أنا قاعد هون والصوت عبيرجي من فوقي فرحت بعدها حطيت راسي ولمط طبيعي ثاني يوم الصباح طلعت على أسطوح بيتنا لحتى أشوف إش والشغلات اللي موجودة على الأسطوح عبتتحرك وعبتطالها هذا الصوت نحن بيتنا عبارة عن طبق أرضي وطبق أول والأسطوح فاضي ومسيّج يعني فيه إلو أسور داير من داره فما كان في شي بيلفت للمنظر يعني حجار أو أشياء تانية ممكن تتحرك عن طريق الهواء وزلت على البيت ونسيت الموضون لبينما صارت المساء وصار موعد دراستي كمان بالغرفة لحالي وبلشت أسمع الأصوات مرة تانية هنا طلعت على الصالون أنا لا أشوف يعني إذا كان فيه الصوت موجود بالصالون ولا بس بالغرفة فسمعت أن الصوت أغلبه على أسطوح غرفتي من فوق وهون والدتي حست علي فأجت لعندي وسألتني إنه إيش فيك ليش عبتتحرك قالتلي إنه سمعي فيه أصوات عبتجي من فوق وبالفعل والدتي فاتت على غرفتي وبلشت تسمع الأصوات هون قالتلي تعوز من الشيطان وحط راسك ونام وقرأ المعوزات إن شاء الله ما بيصير عليك شي بس والدتي سمعت الموضوع يعني الموضوع مو تخيلات ومبلشت بيّن القصة أنه فيه شي بالموضوع مو مجرد دراسة وتخيل وتعب فرحت لحتى أنام حطيت راسي لحتى روح ولاع يلا من هنا طلع الصبح تلي نهار وحكينا مع والدي بالموضوع أنه فيه أصوات أنا سمعت الأصوات بأول ليلة ورجعت والدتي سمعت الأصوات وطلعت أنا تأكدت على الأصوات وما كان فيه شي فوالدي كان يعني متواغوش لأنه حتى والدتي أثبتت هذا الشي فخبرني أنه روح على غرفتك اليوم ودروس طبيعي وبحال اسمعت الصوت خبرني أنا بدي أسمع الصوت بنفسي بالفعل صار المساء مرة تانية وبدأت بدراستي وهالمرة تأخر الصوت ما كان فيه صوت كمل دراسة طبيعي وبالفعل صارت تقريبا ساعة شي 12-12.5 وما كان فيه صوت استغربت أنه لحد الآن ما فيه صوت فقلت أنه الحمد لله يعني شكله الموضوع كان عراضي بس ما كان عراضي اللحظة اللي تخيلت فيه أنه القصة انتهت بلشت الأصوات تطلع بشكل خفيف مثلا تخيل معاي أنت قاعد متل عدتك هيك وأهلك كلهم نيمين وأنت لحالك بالغرفة وعب تسمع حركة إجرين من الزاوية اليمين جايه اتجاهك ولكن على الأسطوح بترجع مباشر بتسمع دحرش تحجار من وراك جايه بتجاهك كمان كان موضوع شوي مريب يعني وبهاي اللحظة خبرت والدي بتقوله تعال اسمع الأصوات رجع تطلع مرة تانية فأجأ أبوي وأمي على الغرفة لعندي وبلشوا يسمعوا الأصوات والدي بهاي اللحظة سمع الأصوات وقرر أنه يطلع على الأسطوح ليشوف أشه القصة فأمي قالت له بلاها يعني أنه لأنه مواضيع الجن ما نلابه وممكن الواحد ينأزي من وراها بس والدي كان مصرع للموضوع وإلا بده يطلع وحاولنا أنه نقنعه أنه ما يطلع ولكن بنهاية الأمر طلع على الأسطوح لما طلع والدي على الأسطوح بلش يخف الصوت لحد ما اختفى الصوت نهائي نحن هون خفنا أنه والدي هو موجود فوق بس نزل لعنا والدي وما كان فيه شي وسألنا إش شفت فوق والجواب الصادم كان أنه ما شاف شي ما شاف أي شي وهو نفسه كان تحت معانا وسمع الأصوات الشي الغريب أنه بالفترة اللي والدي عاب يحكينا أنه ما شاف شي رجعت الأصوات تطلع مرة تانية وبلشت الأصوات تصير أقوى يعني بلشنا نسمع الخطوات من كزجها وبلشت الدحرجة كما تجي من كزجها دحرجة الإحجار مثل ما قلنا بهاي اللحظة خبرني أبوي أنه تعال إذا بدك نام بالصالون أو نام بالغرفة اللي موجودين فيها أخواتك بس لسبب ما قلت له لا ما في داعي وضليتني بغرفتي وقلت له بدي أكمل دراسة عادية إشو الحل مثلا أنه وقف دراسة مشان الأصوات واللي قدم سنوية عامة بيعرف أنه السنوية العامة أو البكالوريا موضوع كتير مهم يعني لازم تدرس كل يوم وما بتحسن توقف ولا يوم امتحانات السنوية العامة كتير مهمة فراح والدي ووالدتي وضليت أنا بالغرفة لحالي وقررت أني أرجع أكمل دراسة فرجعت الأصوات صارت تصير أعلى وأعلى فصار كل ربع ساعة أسمع الصوت أحس شعر جسمي يوقف فهون قررت أني أروح أنام لأنه ما رح أحسن أركز وأنا عب أسمع أصوات أولاد وأصوات أحجار وأصوات حدا عب يمشي موضوع كتير صعب أنك تركز كل تركيزك هو فوق فرحت بالفعل لحتى أنام تخيل معاي أنه أنت منشطح بغرفتك عبتتطلع بالسقف وعبتسمع أصوات من السقف صوت أحجار وصوت المشي وصوت أشخاص شلون ممكن أن تنام تخيل حالك أنت بهاي اللحظة تطلع لفوق السقف وتخيل أصوات تحصل وأنت جوا هون أنا حتى ماني عرفان إذا كانت هاي الأصوات بالفعل عبتجي من فوق وفي حدا فوق أو في حدا حتى معاي موجود بنفس الغرفة هون كانت الفكرة فضلتني بهاي الليلة تقريبا أكتر من نص ساعة ويا أبني طلع لا تضل تخوف العالم خلصنا بقى وفي الفعل أنك ما بتستحي بهاي الليلة ضلتني أكتر من نص ساعة وأنا عبتخيل أنه هل ممكن يكونوا موجودين هني حاليا معاي هالأشياء اللي فوق ممكن تكون موجودة معاي بالغرفة هون أو هني فوق وعب يتفرجوا علي أنا جعب يساوي هون موضوع أبدا ما كان مريح تاني يوم الصبح أمي اتصلت بأخواتها أو ناس من معارفها وحكت الموضوع فاقترحوا عليها اسم شيخ أتوقع كان اسمه أبو زبيبة يكشي فقالوا لأنه هذا ممكن يعطيكم الجواب إذا كان الموضوع له علاقة بالجن أو لا بالفعل تصل والدي بهذا الشيخ وخبروا القصة وأخذ موعد منه وخبروا أنه رح يجي لعننا تاني يوم نفس القصة صارت الدنيا ليل والأصوات في ذاته والأصوات بتعلق كل يوم عن الثاني أجي تاني نهار الشيخ الله يرحمه بتوقع طبعا الشيخ على حسب ما سمعت توفى الله يرحمه أجي لعننا الشيخ وخبرني أنه أحكي له القصة من الأول للأخير وشلون صارت بالفعل حكيت له القصة كاملة وأنه وشلون صارت أسمع الأصوات أنا من أول ليلة لحد الآن وشلون كانت عب تقوى الأصوات وأنه عم نطلع لفوق على الأسطوح لنشوف إذا في حدا ولكن ما عم نشوف حدا فخبرنا الشيخ أنه رح يطلع هو بنفسه ويشوف أشو الأصوات وبالفعل طلع الشيخ على الأسطوح وهون نحن ما كنا عم نسمع أصوات لأنه أغلب الأحيان كانت الأصوات تبلش من بعد الساعة 11-12 فطلع هو لفوق وظلوا تقريبا حوالي العشر دقائق ورجع نزل نزل وكان مبتسم استغربت أنا أنه معقول ما كان في شي وأنه هذا كله تهيوئات والشيخ خبرنا أنه ما في داعي نشغل بالنا والموضوع إن شاء الله محلول أوكي بس إيشو هاي الأصوات المفاجأ بالموضوع أنه الشيخ خبرنا بالفعل في جن ساكنين حاليا على أسطوح بيتنا فأنا هون لحظة ما تأكدنا أنه هدول بالفعل الجن خفت لأنه في أصص كتير بمحيطنا عن الجن وبالفعل أغلبها بيخوف بس الشيخ طمننا بوقته وقال أنه هدول الجن مانا من الجن اللي بيأزي على زمة الشيخ قال أنه هدول الجن انتالوا عن الجديد على بيتنا وكان في عندهم حتى حفلة عرس ما بعرف إذا هذا الكلام مضبوط أو لا وما بعرف إذا بالفعل فيه هيك شي إنه الجن يتجوز بمكان معين ويطلع أصوات ولكن هذا كان كلام الشيخ لقلنا ونحن وقفين أنا ووالدي ووالدتي مصدومين أنه معقولة فيه جن ساكنين حاليا على سطوح بيتنا وكان في عندهم عرس قبل بيومين يعني هو يعني هو خبرني أنه باليوم اللي كان فيه أصوات عالية هذا كان يوم عرس وهذا الأسبوع كله كان فرح مشان هيك كانوا بيطلعوا أصوات على سطوح قل بس الشيخ قال ما في مشكلة هدول بيأمنوا بيأله وما عندهم مشكلة أنه يطلعوا من هون بس لازم أتواصل معاهم أول شي صدقوني أنا ما عندي أي فكرة إذا كان الكلام اللي حكا الشيخ مظبوط أو لا بس عب بحكي القصة متل ما صارت معنا طبعا أنا ولا والدي ولا والدتي وفقنا على الموضوع وقال لازم نسوي طقوس معينة ونتواصل معاهم أو أتواصل معاهم الشيخ وبعدها منشوف إيش رح يقرروا طلع الشيخ على الأسطوح وبلش يسوي هاي الطقوس ويتواصل معاهم وبعد تقريبا فترة معينة نزل لعنا وقال رح يشيلوا حالهم ويروحوا من هون بفترة قريبة محتاجين هن كم يوم وقت وبعدها رح يروحوا بشكل تدريجي القصة مو واضحة ملامحة أنه جن وساكنين على أسطوح بيتنا وهن المؤمنين وممكن الواحد يتواصل معاهم ورح يطلعوا عن قريب ما كنت كتير مقتنع ولكن أنا كنت عبس مع الأصوات كل يوم فمن ناحية أوكي الأصوات موجودة والأصوات حقيقية الموضوع غريب كتير أنه في حدا يحكي لك في ناس ساكنين فوق أسطوح بيتك أنت ما بتحسن تشوفهم ولكن هن بيشوفوك أنت بتسمع أصواتهم وهن بيسمعوا أصواتك بس ما في تواصل مباشر معاهم وما عندك أي فكرة إيش ممكن يسوي معك أو أنت إيش ممكن تسوي معاهم فهون أنا ما كنت مسدق كتير الشيخ بس حابب أني أصدقه لأنه حابب أنه تروح هاي الأصوات وأخلص من هاي التهيئات والعذاب النفسي كل يوم وإني أتخيل أنه في ناس موجودين معاي بالغرفة وبالفعل يومين عدوا من وجوده الشيخ عندنا بالبيت بلشت الأصوات تخف ولكن لسه في أصوات بعد تقريبا ثلاثة إلى الأربعة تهيام الأصوات صارت تتخف تدريجيا لبعد تقريبا أسبوع وما ظل في أصوات أبدا ووالدي خبر الشيخ بهذا الشيخ وهو رد له أنه أكيد بيكونوا رحلوا هلا القصة ما كان تدخل رأسي مية بالمية ولكن الفكرة أنه أنا سمعت الأصوات إجا الشيخ خفت الأصوات يعني من ناحية الموضوع حقيقي ومن ناحية تانية صعب التصديق بس هذا اللي صار وبن يوم ما سمعنا أصوات تانية أبدا لحد الآن ببيتنا بس هاي كانت قصة اليوم قصة صغيرة وخفيفة بس ماي فرند إذا كنت أنت جديد هون لا تنسى تضغط على زر الاشتراك لا تسمع أصص تانية ولا تشوفنا بكل أحد الساعة سبعة تلقى جديدة الساعة سبعة أي ساعة ساعة سبعة سلام عليكم